أنا لشباب حتولي من انتظرتك هاي الكراسي وهاي الطبلات هذا التخوم هاي بعيد عن الكاميرا ذاك الميز فعلا السجناء شوف أستاذ نجم أحد الملفات اللي طرحتها اللي داريد أسوي بها إصلاحات بالسجون هو تحويل هذه النماذج اللي عدنا والطاقات اللي عدنا والقوى العاملة اللي عدنا نحاولها من فقط هذه الورش الصغيرة اللي يسوون منتجات يدوية إلى مصانع مثل تركيا ومثل مصر أنت تعرف أفضل معامل الأثاث المكتبي والمنزلي يصنع في تركيا من خلال السجون الشركات اللي تعمل في السجون لذلك أنا ردنا نشتري ميز أتيادي للمكتب نعم مدير السجن البغداد المركزي كان يمنى وقال أنا عندي وأقدر أصنع وجميلة وكذا قلت يليق بينا قال يليقوا كذا أنا قطيت الثقة يعني منحتهم الثقة خلي نقول سووا لي خلال ثلاثة سابع إلى شهر هذا الميز اللي أنا قاعد عليه وبمبلغين زهيد أنا على السيد سامر وبمبلغين زهيد هذا الطابلات اللي الآن موجودة هذا من صنع سجن بغداد المركزي الميز مالتي من صنع بغداد المركزي الميز الاجتماعات من صنع سجن بصر بصر المركزي هو موجودة هذا عليه هذا شجعني أن أفكر في أن نستثمر في مجال هذه ليش إذا بدنا نستثمر ونجيب شركات لهذا الموضوع أولا بعد هذا يصير جزء من عملية أولا تقويمه إصلاحه ثانيا يكون لما يطلع من السيد يلقى يكون متعلم شغله يشوف الحرفة ويشتغلها ويسألها معمل ورشة أو مصنع ثالثا يكون وارد إلى ووارد لذوي بعد ما يثقل على ذويه بالأموال ويحوله للنزيل يعني يخفف العبء على ذوي النزيل أيضا فشأنها شأن الأمور الأخرى في العراق واجهنا عقبة القانون القانون لا يسمح أن تتعاقد مع شركات القطاع الخاص القطاع العام هم من يقدر يسوي لمعمله هناك وكذا كذا فصدرنا نظام وبدأنا بتعديلها وأن يكون لنا الحق في الاستثمار في مجال القطاع العام والخاص والمختلط في هذا الأمر ونرسله إلى مجلس الدولة بعد إقراره من مجلس الدولة رح ننشره إذا نشرنا إن شاء الله في جلسة قادمة في مقابلة أخرى نقول بدينا وأسسنا مصنع مثلا في أساس بغداد المتنزي بالمناسبة ميز مثل هذا أصغر من عنده في يوم الوظيفة العامة كان عارضيها في المعرض مالتنا دولة رئيس الوزراء أشترى منهم ميز إلا تجزيعا لهم وطبعا أرسلوا الأموال لهم أقول لك أحتي لك الصدود إحنا ما سامعين ولذلك هذا الكلام أمام العراقين الآن تضطيني الحرية آخذ كاميراتي بس المحظور أمني ما أدخل باستثناء المحاذير الأمنية المحاذير الأمنية البقية السجن مفتوح أمامك يمت تتروح بس قولي حتنسوي لهم برقية ويخلوك تدخلوا خلاص